أضرت مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح الأسرة والمحتجزين ودعا البيان المشترك للدول الثلاث كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بعيدا في خطابه الأخيرة وأكد البيان المصرية القطرية الأمريكية أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة كذلك المعاناة طويلة للرهائن ودويهم وأشار البيان أن الاتفاق هو خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة اشتركوا في القناة